كتابة التاريخ الجديد ده إن شاء الله بإذن الرحمن لو ربنا وعدنا بيه وكاتبهن هيبتدي تحقق ابتداء من النهاردة وتعالوا بقى نوع شوية عند حكم مباراة النهاردة الحكم اللي هيحكم بينه الأهلي وفلومنانسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية هو حكم بولندي اسمه سايمون مارشنيك وعنده 42 سنة واحد من أهم حكام الاتحاد الدولي والحقيقة فيه إشادات واسعة جدا 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 تخصه ظهر للمرة الأولى كحكم سنة 2002 في حين ظهر كحكم دولي سنة 2011 فاز بالعديد يعني الحقيقة من المباريات يعني شارك بالتحكيم في العزيز العديد من المباريات أبرزها نهائي كأس العالم قطر 2022 كان ماتش تقطيع بين فرنسا والأرجنتين وكمان هو كان الحكم فيه نهائي دولي أبطال أوروبا 2022 وكذلك الحال أدار أكتر من مباراة بين الأهلي والزمالك وبحسب ترانسفير ماركت فهو أدار ما يقرب من ستمائة مباراة بصوا بقى الرقم اللي جاي ده حضراتكم من خلال هذه المباريات الستمية أشهر ما لا يقل عن 2400 وكسور بطاقة صفرة وتسعة وسبعين بطاقة صفرة تانية بجانب سبعة وستين بطاقة حمراء مباشرة يعني لازم ناخد باننا ونخلي باننا هذا الموضوع سريع موت في إصدار الكروت وفي إشهار الكارت الأصفر والأحمر فلازم برضو ناخد باننا من التفصيل لا طبعا نسبة عالية جدا مقارنة بعدد المباريات اللي هو أدارها برضو فيه وقعة تانية كانت بطولة كاس العرب عشرين واحد وعشرين تحديدا اللي كانت ما بين الجزائر وقطر نصف النهائي برضو كان فيه أحداث وقتها والتاريخ برضو كان فيه يعني وقت بدل ضايع ووقته هو احتسب هو خلينا نقول كده باختصار هو بيركز في الثانية يعني هو حكم دقيق جدا جدا والثانية بعد تفرق والثانية فيه لغة كرت القدم أو في الملعب ممكن تخسر فريق وتكسب فريق بالمناسبة فطبعا يعني الموضوع بالنسبة لنا يعني احنا مش قلقانين أبدا بس كل اللي بنتمناه بغض النظر عن العدد كبير طبعا للبطاقات السفراء والحمراء لكن كل اللي بنتمناه يكون فيه عدالة في التحكيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة